شيء آخر أحبائي موضوع المجيء الثاني لم يقصد به رزنامة يعني أقصد رزنامة بمبرمجة بمواعيد وتسلسل لأزمنة معينة وكأننا عم نحاول نحل بازل وهذا ما أراه مؤخرا للأسف إذ نصنف الأيام والسنين والممالك وكل ما صار في حدث ولا مملكة ولا مالك ولا ظرف على طول من حاول نربط الأمر بشيء كتابي ليس هذا المقصود أنك تعمل منه رزنامة ولكن عندما تحدث الأحداث رح تشوفها وتكون مؤكدة للحديث النبوي في كلمة الله بالكتاب المقدس شيء آخر وهاي حقيقة لا أحد يعرف موعد مجيء الرب مرة تانية هذه حقيقة ولا إنسان اللي بقولك الرب جاي في هذا الموعد في هذا التوقيت هذا بيكون مضل مزيف وكذاب لا أحد يعلم موعد مجيء الرب حتى ربنا يسوع المسيح وهو على الأرض كإنسان لم يعلم مجيءه عن مجيءه ثانية ثم بعد قيامة المسيح شوف الأمر اللي شغل التلاميذ وما زال بيشغل المؤمنين حتى هذه الأيام سألوا الرب يا رب في هذا الوقت أمثل هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل فيه كونسبت معين في زينهم بحسب طبعا نبوات العهد القديم عن مجيء المسيح الأول والمجيء الثاني للرب يسوع المسيح لكن جواب يسوع المسيح كان في غاية الحكمة ولربما صادم نوعا ما قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود فإذن يعني بيتكلم بصيغة أخرى للتلاميذ يقول لهم أنه يعني مش هذا البزنس تبعك اليوم أنت في عندك شغل تاني شو شغل الكنيسة هو الكرازة والبشارة وربح النفوس والاستعداد لمجيء الرب وهذا عن طريق القداسة والبنيان الداخل للكنيسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر